تتواصل الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء حيث شهدت مدينة العريش وضع الظهور أمام قبر الجندي المبهول وامتدت الاحتفاليات أيضا إلى ابتتاح عدد من المشروعات هناك عرفانا بالجميل وتخليدا للذكرى توضع الظهور وتعزف الآلات الموسيقية التحية العسكرية أمام قبر الجندي المجهول بمدينة العريش احتفالا بذكرى تحرير سيناء الحادية والأربعين وعودة جزء غال من الأرض لأحضان الوطن استطاعت الحكومة المصرية وتحت رئاسة السيد الرئيس عبد فتاح السيسي أنه يحلوا مشكلة سيناء بالنسبة للمياه وإحنا فعلا زي ما حدثت كلكم عارفين أن السيد الرئيس افتتح محطة معالجة مياه بحر البقر وهذه المحطة بتنتج يومي خمسة وستة من عشر مليون متر مكعب في اليوم ده طبعا رقم كبير إن شاء الله هذه المياه كفيلة بأنها تزرع حوالي ربعمية ستة وخمسين ألف فدان الاحتفال في هذا اليوم له طبع خاص ليس لأبناء سيناء فقط وإنما إلى جمهورية مصر العربية عامة لأننا رأينا الكثير والكثير من أبناؤنا من أبناء الوادي في حرب 73 ضحوا بأرواحهم الغالية من أجل تحرير هذا التراب الغالي فنقول لهم اليوم إن أبناءكم لم يموتوا فهم في ذاكرة التاريخ حتى قيام الساعة الاحتفالية لم تتوقف عند وضع إكليد الظهور فقط بل شاملت افتتاح عدد من المشروعات وأولها بقطاع التعليم الذي شامل مدرستين تجريبيتين تم إنشاؤهما جديدا بالإضافة لتخريج عدد من الممرضات القابلات وتكريمهن مدرستنا هنا مدرسة متميزة رسمية متميزة لغات ودي أول مدرسة تتعامل في الحي ده يعني عايز أقول لك في نفس كتير قوي كانت مستنية حاجة زي كده فهي دي الاختلاف بتاعنا أي مدرسة تانية أن الناس كانت مستنية حاجة زي كده تتفتح هنا بنشارك في احتفالات تحرير سينا ودي حاجة أسعدتنا كلنا أن إحنا نبقى موجودين على الأرض هنا تاني حاجة إحنا في فترة أعياد وأفراح النهاردة الفعالية بتاعتنا بنشارك بحفل تخرج الدفع التانية من تدريب القابلات ده التغيير اللي إحنا طالبينه دلوقتي القابلات دي اللي هي بتقوم بعملية التوليد غير الأطباء عيد تحرير سينا لم يعد يقتصر على الاحتفالات فقط بل أصبح يشتمل على تنمية في شتى المجالات من خدمية وتعليمية وصحية تعمل على خدمة المواطنين والارتقاء بحياتهم وأمور معيشتهم كريم بيبرس التلفزيون المصري